موسيقى أهلا بكم إلى الظاهرة من الميادين وفي عنوينها لليوم روسيا تعلن إحبط هجوم إرهابيين أوكرانيين على منشاتها النووية والسلطات القرمة تؤكد إسقط ستم السيارات في سفاستبول إسكنتار وزارة الدفاع الإيرانية تزيح السيطارة عن الصاروخ الفلسطين خيبر من الجيل الرابع بمدى ألف كيلومتر مع رأس حربي بوزن ألف وخمسمائة كيلوغرام في اليوم الثالث للهدنة طرفان الزاع في السودان يتبادلان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الصين تنفيذ لعها في الهجمات السيبرانية على مرافق حيوية أمريكية وغربية وترى في الاتهامات تضليلا إعلاميا غربيا وفي الظاهرة في عيد المقاومة والتحرير الثالث والعشرين مشاهد خالدة من تحرير الأرض والإنسان في جنوب لبناء في الظاهرة أيضا موجهزا اقتصاديا مع عبدالله ظاهر مرحبا عبدالله مرحبا يارا في اقتصاد الظاهرة لليوم وكالة فيتش تضع تصنيف الولايات المتحدة تحت المراقبة السلبية من جراء أزمة الديون والبيت الأبيض يدعو الجمهوريين إلى أداء واجبهم لتفادي كارثة اقتصادية هذه العنوين السياسية والاقتصادية والرياضية نتابعها في الظاهرة ونبدأ من آخر تطورات الصراع الروسي الأطلسي وكشف موسكو عن مخطط إرهابي كان يستهدف منشآتها النووية أعلن الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوم إرهابيين على المنشآت النووية الروسية خططت له الأجهزة الأوكرانية الخاصة عشية الاحتفال بيوم النصر الأمن الفيدرالي الروسي قال أن الأوكرانيين حاولوا تفجير نحو 30 خط كهرباء لمحطات الطاقة النووية في لينينجراد وكالينين كاشفا أن المخطط الأوكرانية ضد المنشآت النووية الروسية كان يرمي إلى توقيف المفاعلات وتعطيل التشغيل المنتظم للمحطات هذا وأعلن الأمن الفيدرالي يتوقف روسيين اثنين بسبب مشاركتهما في المخطط جيرة إلى أن الموقفين خضعا لتدريب خاص في معسكرات بمقاطع تايكييف ونيكولايف في أوكرانيا إلى ذلك أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية أن أنظمة الحرب الإلكترونية والبحرية في المدينة صدت هجوما شنت طائرة مسيرة خلال الليل وأوضح حاكم موسفاستوبول أن قوات أسطول البحر الأسود أسقط الطائرتين من دون طيار بأسلحة خفيفة وضف المسؤول الروسي أن طائرات عديدة من دون طيار تعرضت كذلك للتشويش مشيرا إلى أن جميع الخدمات مستمرة في مراقبة الوضع معنا من موسكو المحلل السياسي ناصر أبو نصار أهلا ومرحبا بك ناصر إذن ناصر هناك إحباط لمحاولات الهجوم على منشآت نووية وأيضا هجوم تم صده لأنظمة الحرب الإلكترونية والبحرية في سيفاستوبول تفاصيل هذين الهجومين معك ناصر مساء الخير يرى الزملاء والمشاهدين في البداية التطورات الميدانية من الناحية العسكرية كثيرة هذا الهجوم الإرهابي الذي حاول استهداف المنشآت النووية الروسية تحديدا في مقاطعتين ليننجراد وكالينين وهجوم خطير وخرق يؤدي بالصراع إلى مرحلة جديدة خصوصا عندما نعلم أن هتين المحطتين النوويتين من شأن طاقيلهما الإسفار عن كارثة نووية لا تهدد فقط روسيا وأنها تهدد أوروبا بأسرها وهذا دفع بحدود المواجهة ما بين روسيا والأطلس إلى حدود المواجهة النووية المعلنة في حال لو نجح هذا المخطط خصوصا أن أحد الأبراج قد تم المزودة للكهرباء لهذه المفاعلين النوويين قد تم تدميره في الفعل ولكن طبعا أحبطت القوات الروسية هذا الهجوم مع اعتقال اثنين من تبعية الجنسية الأوكرانية واثنين من حملة الجنسية المزدوجة الروسية والأوكرانية في سياق آخر هذا ليس أول هجوم حصل على سيفاستوبل هناك هجوم سابق حصل بالمسيرات في إبريل نيسان الماضي اليوم تستمر هذه الهجمات عن طريق المسيرات لا ننسى أيضا يرى أن البارحة تمت محاولة استهداف مدمرة روسية تعمل على حراسة خط السيل التركي بثلاثة زوارق موجهة عن بعد تم عمليا استهدافها في البحر الأسود وقرب مضيق البوسفور الوجهة العامة لهذه التطورات الميدانية تتكامل مع ما صرح به وزير الدفاع مستشار المكتب الرئاسي الأوكراني مخايل بودلياك عن بدء هجوم الربيع الذي قال أن الهجوم قد بدأ منذ أيام وأن التصعيد مستمر على كامل خطوط الجبهة على أكثر من 1500 كيلو متر في حوض الدونباس ولكن ما تطرح هذه التطورات نظرا لحصول هجوم بيلغورد في الأيام الماضية واستهداف الداخل الروسي اليوم عن طريق مشروع تفجير خطوط الكهرباء المزودة للمحطين النوويتين هو هل سمح الغرب أو أعطى الغرب الضوء الأخضر لكييف لمهاجمة الداخل الروسي هذه الموجة الخطيرة منها التصعيد قد تشير وقد تؤشر إلى اقتراب موعد المواجهة الروسية الأطلسية المباشرة نعم كل شكر لك ناصر أبو نصر المحلل السياسي كنت معنا من موسكو إلى ذلك تهم وزير الدفاع روسي سرقي شويغو اليوم الغرب بشن حرب غير معلنة على روسيا وبيلاروسيا نعم يارى جاء ذلك على همشي توقعه ونظيره البيلاروسي وثائق تحدد إجراءات نشر الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في بيلاروسيا كما ناقش وزير الدفاع خلال اجتماعهما الوضع العسكري والسياسي وقضايا التعاون العسكري الفني حيث قال شويغو أن الغرب يشن حربا غير معلنة على روسيا وبيلاروسيا وأن البلدين يقاومان الغرب الجماعي هذا وبحث وزراء دفاع دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك التحديات والتهديدات الإقليمية وتحسين نظام الاستجابة للأزمات وعددا من القضايا المشتركة الوزراء زاروا نصب النصر التذكري في صحة النصر في العاصمة البيلاروسية ووضعوا الظهور تمجيدا لذكرى الجنود الذين لقوا حتفهم خلال الحرب الوطنية العظمى تضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا كازخستان وقرغستان وتاجكستان إلى ذلك رد المتحدث الرسمي باسم الكرملان ديمتري بيسكوف على تهديدات نائب رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية فاديم سيبيتسكي بقتل الرئيس الروسي وقال بيسكوف نابوتين هو الهدف الأول بالنسبة إليهم مؤكدا أن ما وصفه بالنظام الإرهابي في كييف يتحدث عن أهدافه الإرهابية وشدد على أن خدمات الأمن الروسية تعرف الإجراءات والتدابير التي يتعين عليها اتخاذها وأشار إلى أن روسيا كانت تعلم منذ البداية أن أوكرانيا هي المسؤولة عن هجوم بالطائرات المسيرة على مقر الكريملين في مطلع أيار مايو الحال وقد جاء ذلك ردا على ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن تقييمات أجهزة استخبارات أمريكية بأن وحدة أوكرانية خاصة تابعة للجيش أو الاستخبارات قد تكون دبرت الهجوم بطائرات مسيرة الذي استادف لكريملين في مطلع الشهر الحالي الصحيفة ذكرت أحمد أن التقييم يستند إلى رصد اتصالات عبر فيها مسؤولون عن اعتقادهم أن بلادهم مسؤولة عن الهجوم فضلا عن رصد اتصالات روسية أكدت أنها ليست عملية مزيفة نفذتها موسكو وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين لا يعتقدون أن الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلانسكي يوقع على جميع العمليات السرية إلى ذلك أعلن قائد قوات فاغنر الروسية يفغيني بريغوزين بدأ وحداته بالانسحاب من مدينة بخموت بعد أن حررتها والبدأ بتسليم مواقع قواته في المدينة إلى الجيش الروسي وفي مقطع مصور من المدينة استعرض بريغوزين بعض مقاتليه في مكان يصافحهم مؤكدا أن وحداته ستكمل انسحاب من بخموت قبل الأول من الشهر المقبل لترتاح في المعسكرات الخلفية للجبهة إلى حين حصولها على مهام جديدة لتنفيذها بدأنا بسحب وحداتنا من مدينة بخموت وسينتقل معظم هذه الوحدات إلى المعسكرات الخلفية قبل الأول من الشهر المقبل ننقل مواقعنا وذخيرتنا لجيش الروسي لكن إذا كان الجيش في وضع صعب فإننا سنتركه بالطبع أولئك الذين أدوا دورا حاسما في استعادة المدينة للمساعدة على خط موازن أعلنت الخارجية الروسية أن خمسة دبلوماسيين ترضى خمسة دبلوماسيين سواديين أشخاص غير مرغوب فيهم في موسكو وفق مبدأ المعاملة بالمثل كما أعلنت يارا إغلاق القنصلية السويدية في سامبترسبورغ وقال بيان للخارجية الروسية أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى منخفض غير مسبوك يأتي القرار الروسي بعد طرد السويد خمسة دبلوماسيين روس لممارستهم أنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي بحسب الخارجية السويدية وإلى موسكو وصل اليوم رئيس أذربيجان إلهام علييف في زيارة عمل تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المكتب الصحفي لرئاسة الأذربيجانية وفي بيان له أشار إلى أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخايل جالوزين ومسؤولين آخرين استقبلوا عليه في مطار فونكوفو إثنان الدولي ومن المراجحة يلتقي عليه في أثناء زيارته موسكو رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشنيان بوساطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كما سيلتقي بوتين على حدة وسيشارك كضيف لاجتماع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من جانبها أشار ناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إلى أن الرئيس بوتين سيجري في البدء لقائين ثنائيين مع كل من علييف وباشنيان ثم من المرجح عقد اجتماع ثلاثي إلى إيران حيث أزيح الستار عن صاروخ خيبر الباليستي وهو الجيل الرابع من صاروخ خرم شهر وصاروخه هو أحدث منتج صاروخي للصناعات الجوية بمدى ألفي كيلو متر وهو قادر على حمل رأس حربي بزينة ألف وخمسمائة كيلو جرام ويعمل بالوقود السائل ومن ميزات الصاروخ أنه لا يحتاج إلى نشاط نظام التوجيه والتحكم ما يحميه من هجمات الحرب الإلكترونية موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الصاروخ هو ثمرة جهودنا لسنوات من اهم ميزاته قدرته على تخطي رادرات والمضادات الجوية والدقته العالية في اصابة الاهداف رسالتنا الى الاعداء من خلال هذا الكشف هي انهم غير قادرين على وقف حركة شبابنا رسالة لاعداء ايران وتحديد اسرائيل في ظل تصاعد تهديداتها منذ ايام سنرد على اي خطوة اسرائيلية عدوانية باضعاف وعلى مختلف المستويات الرد الايراني سيغير مصير الكيان الصهوني بالكامل وهم يعلمون ان شعاراتهم هذه لا يمكن تنفيذها على الارض وان تهديداتهم مجرد هراء في هذه الاجواء الاحتفالية ازاحت ايران الستارة عن خرم شهر اربعة احدث صناعاتها العسكرية الاستراتيجية واكثرها الى من كما وصف فهو اول صواريخها الباليستية القادرة على حمل رأس حربي ضخم يزن طنا ونصف طن الكشف عن الصاروخ المزود باحدث انواع الوقود السائل والقدر على التموضع والاطلاق والتحليق بسرعة قياسية لمسافة الفي كيلومتر سبقه اختبار ميداني ناجح حدث مهم عبرت عنه القيادة العسكرية الايرانية واضافة نوعية الى ترسانة البلاد الصاروخية احمد البحراني طهران الميادين ومن طهران ينضم الينا محلل الميادين للشؤون الايرانية سيواش فلاح بور مرحبا بك سيد سيواش يعني لا يختلف اثنان على ان الرسائل هنا هي باتجاه لاحتلال اسرائيل الذي صعد من النبرة التهديدية لايران خلال الفترة القصيرة الماضية السؤال مطرح هنا الى اي مدى تعول ايران على ان سلاحها المتطور الذي تكشف عنه يوما بعد يوم يمكن ان يكون سلاحا ردعا تجاه اي عملية عسكرية تهدف بها اسرائيل تحية لكم يجب اولا ننتبه ان هذا الصاروخ يشكل قفص نوعية في صناعة الاسلحة الايرانية بالنظر الى المواصفات التي علنتها السباح اليوم وزارة الدفاع الايرانية وايضا بالنظر الى اراء الخبراء العسكريين التي بدأت تنشر خلال ساعات الماضية هذا ليس مجرد صاروخ الى جانب باقي الصواريخ الايرانية من طراز مختلف من جيل الجيد ربما يشكل قفص نوعية لسيمة في مجال دقة اصابة الاهداف في مجال السرعة العالية وفي مجال القوة التدميرية الهائلة بالتحديد في هذا المجال نحن نتحدثا اكبر واثقل رأس حربي يحمله هذا الصاروخ يصل وصنه الى تن ونصف 1500 كيلو جرام فبالتالي نحن امام تطور لافت في صناعة الاسلحة الايرانية ومن جهة اخرى هذا الصاروخ وللمرة الاولى يستخدم محرك ارواند الذي يعد من اهم واحدث الانتاجات للصناعة العسكرية الايرانية كما تحدث اليوم سباح اليوم العميد اشتيني وهو وزير الدفاع الايراني تواصلت الجهود واستمرت الجهود لعدة سنوات لوصول الى هذه النقطة من التقدم التقني ايران وصلت الى هذه النقطة من التقدم التقني يمكنها انتاج هذا المحرك يمنح القدرة عالية للصاروخ الخيبر للسرعة لآلية لاختراق اي انظمة دفاعية جوية في الجهة المقابلة كما اشرتم الرسائل الموجهة الى الولايات المتحدة واسرائيل بالنظر الى جميع المواصفات التي يمتلكها هذا الصاروخ ولسيما مداه الذي يصل الى 2000 كيلو متر الرسالة الواضحة انه اولا بنسبة للولايات المتحدة محما ازدادت الدقوط وتواصلت الدقوط عبر ادوات عدة منها تعثر المفاوضات وادوات اقليمية واقتصادية اخرى ايران تواصل عملياتها لتعزيز قوتها الرضيعية التي تعتمد بالاساس على قوتها العسكرية المعتمدة على الذات المعتمدة على الشركات التابعة لوزارة الدفاع الايرانية حالة الثورة الجيش الايراني والمحندسين الايرانيين ومن جهة اخرى ايضا بتبيت الحال ومن حيث التوقيت هناك رسائل موجهة عبر للحدود عفا موجهة الى الكيان الصهيوني خلال الايام الماضية تصاعدت حدة التحديدات الصهيونية على لسان مختلف المسؤولين الاسرائيليين في مقدمتهم رئيس وزراء دولة احتلال بن يمين نتنياهو الذي تحدث المفاجعة من تراز عسكرية لايران خلال الاسابيع القادمة ايران ومن خلال اختبارها الناجح لهذا الانجاز العسكري الجديد هذا الصاروخ الباليستي الذي يشكل سابقا في الصناعة العسكرية الايرانية تقول اليوم ان المفاجأة ستكون من نصيبكم انتم في اسرائيل رسالات موجهة الى اسرائيل والى الولايات المتحدة وبالتأكيد قفصة نوعية في الصناعة العسكرية الايرانية مقارنة مع باقي الصواريخ الايرانية خلال السنوات الماضية نعم سيواش ولكن الآن الاحتلال الاسرائيلي الذي يصعد ضد ايران وامريكا التي ايضا تصعد من حصارها منذ ان انسحبت من الاتفاقية النووية رغم هذا نشاهد ان ايران تمكنت من تطوير قدرات دفاعية كبيرة اليوم كشفا هذا الصاروخ والفترة الماضية كان هناك طائرات شاهد التي اثبتت ايضا فعاليتها بشكل كبير ألن يجعل هذا الامر الدول الغربية تعيد حساباتها لا توجد استمرار الحصار على ايران لان الحصار قد فقد الهدف الذي انشى من اجله او تم اقراره من اجله بالتأكيد كما اشارتم سياسات ايران خلال السنوات الماضية وبالتحديث في الملف النووي في جميع الملفات التي تشكل مواجهة ما بين ايران والولايات المتحدة وحلفاءها القربيين والاقلمين تظهر ان ايران لن تتراجع مهما ازدادت الدقوط مهما ازدادت الدقوط الاقتصادية والسياسية والتحديدات الرد الايراني لن يكون اي تراجعا بالعكس الرد الايراني هو سيكون المزيد من التقدم لسيما في المجالات التي تشكل القوى الرديعية الايرانية وتشكل ربما تحديد مباشر بنسبة لحلفاء الولايات المتحدة جميع المواصفات التي ذكرناها خلال لحظات الماضية بنسبة لهذا الصاروخ الجديد جميع هذه المواصفات تشكل تحدي استراتيجي جديد ربما هدية استراتيجية جديدة من طراز التهديدات الايرانية بنسبة لأهم حليف للولايات المتحدة في هذه المنطقة وبالتالي ايران تقول عبر رسائل عابرة للحدود الصواريخ وعبر رسائل مباشرة أن المزيد من الزقوط سيعني المزيد من القوى الردعية من جانب ايران المزيد من التقدم من حيث الصناعات العسكرية إلى جانب تقدم ايران في القوى النووية وإلى جانب تثبيت القوى الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لن يكون هناك أي تراجع أمام الدقوط وبالتالي السياسة إيران السياسة التي تنتهجها دائما أمام الدقوط الأمريكية وحلفائها في المنطقة هو المزيد من تعزيز القوى الردعية والصناعات العسكرية المعتمدة على الذات شكرا جزيلا لك من طيران محل الميدين للشؤون الإيرانية سيوش فلاحبور في المقابل اعتبرت الخارجية الفرنسية أن إطلاق إيران الصاروخ الباليستي ينتهك القرارات الدولية ومن جهتها تابعت تل أبي باهتمام بالغ الصاروخ الباليستي صحيفة معرفة الإسرائيلية تساءلت أما إذا كان الكشف عن هذا الصاروخ رسالة إلى الغرب ونشرت مقاطع مصورة وصورا لعملية الكشف عنه إضافة إلى عرض مميزات وخصصيات خيبر وسرعته فضلا عن حمله رأسا متفجرا يبلغ وزنه ألفا وخمسمائة كيلو جرام على صعيد آخر تستمر الأزمة الداخلية الإسرائيلية على وقع استمرار الاحتجاجات ضد حكومة بن يمين نتنياهو وقد تظهر اليوم مئات الإسرائيليين أمام منزله رفضا لخطة الإصلاح القضائي والسياسي ودارت مواجهات مباشرة بين الشرطة والمتظاهرين الذين نددوا بسياسة الحكومة متهمين إياها بسرقة الأموال على خط آخر تواصلت اعتداءات الاحتلال بحق الفلسطينيين وأصيب عشرة شبان أحدهم حالته حريجة واعتقل اثنى عشر آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحة وقد تصد الفلسطينيون يارى لاعتداءات قوات الاحتلال التي اقتحمت بأعداد كبيرة المخيم من جهات متعددة وانتشرت على سطوح المنازل فيه ودهمت أكثر من ستين منزلا وحاصرت منزل أحد المواطنين وأطلقت قذائف انيرجا عليه وعمدت قوة الاحتلال إلى التنكيل بالشبان قبيل اعتقالهم وأخرجت عددا من الأهالي من منازلهم وقد تصد الفلسطينيون بالنيراني والحجار على اعتداءات قوات الاحتلال بمهاجمة آلياتها ما أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة فيها إلى القدس المحتلة حيث اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى من جهات باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال احتفالا بما يسمى عيد الأسابيع شرطة الاحتلال نشرت قواتها ووحداتها الخاصة في بحات الأقصى وعند أبوابه لتأمين اقتحامات المستوطنين وسط قيود مشددة فرضتها على دخول الفلسطينيين إلى ذلك دعت حركة حماس الفلسطينيين إلى شد الرحال والرباط غدا الجمعة في المسجد الأقصى دفعا عنه وحماية له من مخططات اقتحامه وتدنيسه من قبل جماعات صهيونية متطرفة وفي بيان صادر عنها أكدت حماس أن الحكومة الإسرائيلية لن تفلح في تغيير حقائق التاريق وعروبة المدينة المقدسة وإسلامية المسجد الأقصى المبارك دعية جماهير الشعب الفلسطيني إلى مزيد من التلاحم الشعبي وتعزيز المقاومة الشاملة دفاعا عن الأرض والمقدسات بحث علمي يجري لأول مرة يؤكد روايات الناجين من مجزارة التنطورة حول القبور الجماعية روايات أحمد تم تمسها بعد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي المجزرة في عامي 48 تقرير هناء محميد لا يغركم مشهد البحر الساحري هذا ولا شاطئه لاستجمام فيه قبل خمسة وسبعين عاما كانت قرية فلسطينية اسمها التنطورة موجودة هنا لم يبق منها اليوم أي أثر تقريبا فوق الأرض أما تحتها فقد دفن أكثر من 250 شهيدا في أربعة قبور جماعية عندما تدخل القرية لا تجد لها أي أثر لكنك تدوسها حكما وتسير فوقها بمركبتك مبي كانت شاهدة على المجزرة وكمان خالي وكان هو يواقف في الصفوف اللي كانوا مصفين الرجال في صفوف عشان يعدموهم بدم بارد قتلوا كل الرجال أبقوا على خالي وعلى كمان سنين أمروهم الجنود تحت هديد السلاح خذوا العربيات ولفوا في القرية وجيبوا الناس المقتولي والرجال المقتولي اللي داخل البيوت في الحارات وفي الشوارع العدم سيدي وعدم عمي وجران سيدي وكسم منها أهل ستة أم وكسم من اللي بكى بالجامع ورانا بحث وتحقيق فلسطيني أجره مركز عدالة وأهالي التنطورة هو الأول من نوعه بالتعاون مع مؤسسة فورنزك أركتكتر البريطانية يتتبع بدقة علمية مواقع القبور الجماعية والمقابر التاريخية في القرية التي طمصت مع منازلها وأقيمت مكانها منتجعات إسرائيلية معتمدا على تقاطع الشهادات الحية ومعلومات أرشيفية وصور جوية لها سبقت وتلت النكبة كذلك أشكال القتل فأحنا هوني في موقع القبر الجماعي الأكبر اللي معروف لأنه لحد إسه في التنطورة احنا منحكي على قبر اللي حسب قياسات وتحليلات الصور الجوية قياساته يعني هي بين 30 مطورة عرض و33 متر طول التخديرات إنه فات فيه ما بين 60 إلى 120 جثمان بالمستندات العلمية سيطالب أهالي القرية السلطات بالاعتراف بالمقابر واحترام حرمتها لكن مهلا هل يعترف المحتل بجريمته؟ فيما يسأل المستوطنون أصحاب الأرض من أنتم؟ ماذا تفعلون هنا؟ ومن سمح لكم بالدخول؟ أسئلة وقحة إجابتها هذا بيتنا وهنا عظام أجدادنا هنأم حميد قرية التنطورة جنوب حيفا الميادين على صعيد آخر تحل اليوم الذكرى الثالثة والثلاثون للاندحار الإسرائيلي من لبنان فيما الأسئلة الصعبة والمؤلمة لم تغادر الوجدان السياسية والعسكرية والإعلامي والشعبي في إسرائيل بعد 23 عاما على الاندحار قرار الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000 وتداعيته على صورة إسرائيل وعلى قوتها وردعها لا يزالان مدار نقاش كبير بين النخب الإسرائيلية على اختلافها بشأن صوابية مبدأ الانسحاب من المستنقع اللبناني ولسيما أن طريقة الانسحاب وصورته والتخبط في إدارته حولت الانسحاب إلى هزيمة عسكرية وسياسية ومعنوية كاملة لإسرائيل مؤيد قرار الانسحاب يرون أن بقاء الاحتلال في جنوب لبنان منذ ثمانينيات القرن الماضي كان خاطئا من أساسه وأنه أدى إلى استنزاف الجيش الإسرائيلي وأن منطقة الحزام الأمني لم تحمل مستوطنات شمال فلسطين المحتلة في المقابل تشير الآراء المعارضة للانسحاب إلى أن الطريقة التي جرى بها أشبه بالهروب الكبير الذي أظهر إسرائيل خائنة لعملائها وتربط بين الانسحاب من جهة وبدء الانتفاضة في الضفة الغربية من جهة أخرى النقاش بشأن صوبية مبدأ قرار الانسحاب امتدى ليطال جدوى الانسحاب بعد أكثر من عقدين على تنفيذه مروحة واسعة من كبار الضباط والخبراء رأت أن الانسحاب وفر على إسرائيل مزيدا من الغرق في الوحل اللبناني وجنبها خسائر بشرية لا طاقة لها على تحملها في ضوء التغيرات التي ترأت على أكثر من مستوى ولسيما تطور قدرات حزب الله بصورة هائلة في المقابل يرى أخرون أن الخلل الكبير الذي أصاب توازن الردع بين حزب الله ومن ورائه فصائل المقاومة على اختلافها وبين إسرائيل من شأه الأساسي الانسحاب المذل من لبنان ويعتقدون أن موازين القوى الحالية بين إسرائيل وأعدائها والخيبات المتعددة التي حصدها الجيش الإسرائيلي في كل الحروب والجولات القطالية التي حدثت مقابل لبنان وقطاع غزة بعد عام 2000 ما كانت لتجرية لولا الانسحاب من لبنان بالطريقة والظروف التي رافقته مهما يكون النقاش ومساحات التباين في إسرائيل على خلفية الانسحاب من لبنان فإن ثمت معادلة يتفق عليها الجميع هناك وهي أن إسرائيل بعد الانسحاب من لبنان باتت أضعف مما كانت عليه قبله وأنه بعد 23 عاما على فرارها منه لا يزال لبنان الهاجس الذي يقد مطجعها والآن إلى آخر تطورات السودان حيث تبادل طرفان زعل اتهمات بشأن خرق الهدنة في يومها الثالث اتهمت قوات الدعم السريع الجيشة السودانية باختراق الهدنة الإنسانية المعلنة وفي تغريدة عبر حسابها في تويتر أشارت إلى أن قوات الجيش قامت بالهجوم على قواتها في عدد من المحاور عبر الطيران الحربي والقصف المدفعي والهجوم البري وضفت أنه جرى إسقاط طائرة ميج يحتفظ بحطامها في منطقة أنبادا بعمدرمان غرب العاصمة في المقابل اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بانتهاك الهدنة الإنسانية المعلنة والهجوم على مدينتين جنينة وزولنجي في دارفور الجيش في بيان شاركه عبر صفحاته في فيسبوك أشار إلى أن قوات الدعم السريع تواصل هجوبها على المدينتين واحتلال المستشفيات ومحاولات حصارها لمدينة الأبيض واحتلال المرافق العامة ومطابع النقود وسك العملة من دون الاكتراط للهدنة التي جرت توصل إليها الضائرة مستمرة وفيها بعد الفاصل انهيار مبنى كبير في سدن من شراء حريق هائل أهلا بكم من جديد نستانف الظاهرة من آخر تطورات المشهد الانتخابي التركي عشية الانتخابات الرئاسية الأحدى المقبل أعلن حزب الشعوب الديمقراطي وحزب اليسار الأخضر قبل بعض الوقت مواصلة دعم مرشح تحالف الشعب كمالكي لشدار أوغلو بيان مشترك للحزبين كده أن أردوغان لن يكون خيارا لهم وأن الخيار الوحيد هو استبداله وفق البيان ودع البيان إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع لفعل ذلك انتقد مرشح تحالف الجمهور رجب طيب أردوغان منافسه كمالكي لشدار أوغلو مؤكدا أن الأخير ليس لديه ما يقوله عن مستقبل البلاد والأمة وفي خطابات انتخابية لكل المرشحين بثتها قناة تي أرتي قال أردوغان أن الرسالة التي خارجت من صناديق الاقتراع هي أن الأمة لن تسلم إدارة البلاد لمرشح يسير جنبا إلى جنب مع المنظمات الإرهابية وفق تعبيره وضف أن تفوق الإرادة الوطنية ورعاية الناجين من الزلزال مسؤولية تتجاوز السياسة والانتخابات انتهت عملية تصويت الأتراك المقيمين في الخارج عقب اقتراع مليون وثمانمائة وخمسة وثلاثين الف ناخب وهو رقم أعلى مما جرى تسجيل في الجولة الأولى أذو تستمر عملية التصويت في المعابر الحدودية والمطارات حتى الساعة الخامسة من بعد ظهر الأحد اتهمت الصين الولايات المتحدة وحلف هابشا لحملة تضليل بعدما أفدت واشنطن وشركاء الغربيون ومايكروسوفت بأن جهة فاعلة سيبرانية مدعومة من بكين تسللت إلى شبكات أمريكية للبنية التحتية الحيوية إنه تقرير تم ترقيعه مع نقص خطير في الأدلة لحظنا أيضا أنه تم إصدار تقارير مماثلة في وقت واحد من قبل الوكالات الحكومية كوكالة الأمن القومي الأمريكية والوكالات ذات الصلة في المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا ودول أخرى من الواضح أنها حملة تضليل جماعية من قبل الولايات المتحدة لتعبئة الدول في تحالف العيون الخمس لأغراض جيوسياسية الولايات المتحدة وعدد من حلفائها الغربيين وشركة مايكروسوفت كانوا أعلنوا عن تسلل ما وصفته بجهة فاعلة سيبرانية مدعومة من بكين تعرف باسم فولت تايفون إلى شبكات للبنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة وفي بيان مشترك حذرت سلطات الأمن السيبراني في هذه الدول من أن هجمات مماثلة قد تحدث في جميع أنحاء العالم على صعيد آخر أعلن البيت لبيض أن رئيس جو بايدن سيعين اليوم قائد سلاح الجو الجنرال شارلز كيو براون جونيور رئيساً لهيئة الأركان المشتركة خالفاً للجنرال مارك ميلي وفيما لو أقر مجلس الشيخ تعيين الجنرال براون فسيخلف بذلك الجنرال مارك ميلي الذي يشغل منصب رئيس الأركان منذ الأول من تشرين الأول أكتوبر عام 2019 وسيصبح برعون أيضاً ثاني أمريكي إفريقي يتبوأ أعلى منصب عسكري في تاريخ الولايات المتحدة أعلن حكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس أنه ترشح لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة من أجل قيادة العودة الأمريكية العظمى على حد تعبيره وفي مقابلة تلفزيونية تناول ديسانتيس الموضوع الاقتصادي فقال أنه سيسعى الحفاظ على استقرار الدولار معتبراً أن رفع أسعار الفائدة يضر بالاقتصاد سنبدل سياسات بايدن للطاقة بسرعة كبيرة لا ينبغي أن يضعوا الخطط الاقتصادية لبلدنا هم ليسوا مسؤولين أمام أي شخص ولم يتم انتخابهم من قبل أي شخص ومع ذلك فهم يطبعون النقود قالوا أنه لن يكون هناك تضخم ومع ذلك حصل التضخم لقد قاموا برفع أسعار الفائدة وهذا يضر بالاقتصاد لذلك نحن بحاجة إلى بانك الاحتياطي الفدرالي الذي يركز على استقرار الدولار إلى فرنسا حيث دارت اشتباكات بين ضباط الشرطة الفرنسية ونقابيين كانوا يتظاهرون في باريس للتنديد بإصلاح نظام الرواتب التقاعدية لحكومة مكرون ووقعت اشتباكات يارى بين ضباط الشرطة والمتظاهرين وحاول عدد من أعضاء نقاب اقتحام متاجر العاصمة في مسار مئات المتظاهرين في الشوارع وأكد الأمين العام لاتحاد التجارة والخدمات CGT أن الرواتب الشهرية لكثير من الموظفين غير كافية وأن تظاهر هو السبيل الوحيد لإسماعي أصواتهم إلى أستراليا حيث شب حريق في مبنى كبير بوسط سدن الأسترالية قرب محطة السكك الحديد المركزية ما أدى إلى انهيار المبنى والمبنى يتألف من سبع طبقات وقد امتدت نيران إلى عدد من المباني المجاورة والشطف السكنية مسد حضور أكثر من مئة إطفائي لإخماد الحريق والآن إلى مجزة الاقتصاد في الظاهرة مع عبدالله ظاهر مرحبا مجددا عبدالله مرحبا يارا مرحبا أحمد مرحبا بك أهلا بكم عبر رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي عن رضاه عن التقدم الذي أحرز في مفاوضات سداد الدين العام الأمريكي وفي حديث إلى شبكة فوكس نيوز الأمريكية دعا مكارثي أعضاء مجلس النواب إلى الاستعداد لقراءة مشروع القانون المتعلق بهذا الملف والتصويت عليه فور التوصل إلى اتفاق بشأنه أعلنت وزارة المالية الأمريكية أن حجم الدين العام في نهاية العام الماضي يعادل إجمالية ديون أكبر ثلاث عشرة دولة مثقلة بالديون ويتجاوز حجم هذا الدين مثيله الروسي بمغدار مائة وسبع مرات ووصل الدين الحكومي العام للولايات المتحدة في العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ واحدا وثلاثين ألف مليار وأربعمائة وعشرين مليون دولار فيما كانت التزامات أكبر ثلاث عشرة دولة مثقلة بالديون أقل بمغدار ثلاثة وعشرين مليار دولار أعلنت وكالة التصريف الإيتماني فيتش أنها وضعت التصريف الإيتماني الممتاز للولايات المتحدة A.A.A. تحت المراقبة تمهيدا لاحتمال خفضه الخطوة تأتي بسبب خطر تخلف واشنطن عن سداد ديونها في حال عدم رفع صقف الدين العام الأمريكي والتوترات السياسية المتزايدة التي تعيق حل المشكلة عبر رفع صقف الدين العام أو تعليق العمل به طلب البنك المركزي التركي من بعض البنوك المحلية التدخل وشراء سندات مقاومة بالدولار في ظل تراجع الإقبال عليها عقب إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ونقلت وكالة بلومبرغ أن المسؤولين استدعوا مسؤولي بعض البنوك وطلبوهم بشراء سندات دولية ذات أجال استحقاق مختلفة في الأسواق الثانوية وترمي هذه الخطوة إلى الحفاظ على استقرار تكاليف الاقتراض والحيلولة دون ارتفاع مبادلة مخاطر الاعتمان وهو إجراء للحماية ضد التخلف عن السدات كشف السفير الروسي في بيونج يونج أن بلاده وكوريا الشمالية تعملان لإنشاء منظومة لتسوية الحسابات بالروبل وهو ما سيساعد على زيادة التبادل التجاري بين الدولتين وفي مقابلة مع وكالة سبوتنيك شدد السفير على أن العقوبات الغربية دمرت نظام التسوية والحسابات وجعلت من الصعب نقل البضائع عن طريق البحر وقلست نطاق البضائع المسموح باستراضها وتصديرها من كوريا الشمالية وإليها انكمش الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا خلال الربع الأول من هذا العام وهو ما يعني دخول أكبر اقتصادات أوروبا في حالة ركود وتراجع الناتج المحلي الإجمالي صفرا في المئة بفاصل ثلاثة في الربع الأول بعدما أظهر التقدير الأولي نموا صفريا للاقتصاد وهذا يعني انكمش الناتج المحلي الإجمالي على مدار الربعين سنويين متتاليين هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية شكرا لحسن متابعتكم عودة إليكم يارا وأحمد ختام الظاهرة يارا من لبنان الذي يحتفل اليوم بعيد المقاومة والتحرير وذلك بعد ثلاثة وعشرين عاما على تحرير جنوب البلاد وبقاعه الغربي من دانس الاحتلال الإسرائيلي هو انتصار لم يتكرس فقط في وجدان اللبنانيين بل أيضا في وجدان كل الأحرار في العالم بالفعل أحمد وفي هذه المناسبة نستعيد مشاهد لا تنسى ولحظات حفرت في ذاكرتنا لسيما منها مشاهد الحرية الخالدة في معتقل الخيام فلتحرير هذا المعتقل حصة دائمة من الاحتفال بهذا العيد حين اقتحمه الأهالي وفتحوا أبوابه وحرروا الأسرى وإن كان بنيان المعتقل تحول إلى ركام فإن رمزيته كشاهد على ممارسات الاحتلال وعملائه وصمود اللبنانيين بقي لا تزولا ترجمة نانسي قنقر يارى على وعصى هذه المشاكل تتكرر مرة أخرى في فلسطين أتمنى وأستطيع أن أزورها بطبيعة الحال وأنا أذهب إلى غزة لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة وصفحات الميدين على الإنترنت مشاهدين الكرام الميدين دوت نت باللغات الثلاثة العربية والإنجليزية والإسرائيلية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر